صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هناما هنما الأبس والسفر صلاة لذكرى الغيبة المحرية الشيخ أحمد بنبر مؤسسي الطريقة المردية هذه الجنسة الفتحية نستفتحها بأيات الذكر الحكيم يطوها أخونا الأستاذ الفاضل السيد شيخ المردية ابن الشيخ أحمد بارباكي الخليفة السابق للطريقة المردية وهو الآن يلقى هذه الأيات من أبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إذا نعطي الكليفة لشيخنا باكي يطلو علينا هذه الآيات من أبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالسَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَا كِلْ لَا تَشْعُونَ وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَّامَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبتهم قَالُوا سُبْحَانَهُ وَاللَّهِ كَالَيْهِمْ مُبْتَلُونَ سُبْحَانَهُ وَاللَّهِ مُبْحَمَّدْ لَا إِلَهِ إِلَا أَنْتَ نستخفر وَالَجُوبِ إِلَيْكَ شُكْرًا فَضِيلَةَ الشَّيْخِ سَيْخِ مَا بَاكَيْ والآن نقدم لكم فعاليات هذه الجلسة أولا نقدم الكلمة إلى الشيخ محمد البلوي الماكي وهو المنصر الضوء لدائرة روضة أحيان وهي المنظمة المعنية تنزيل الشؤون الثقافية والعلمية في الطريق المردية في توبا وهو الآن يرحب بضيوف هذا الملتقى المتواجدين من كل مكان فهذا الملتقى يلزم عن موعد بسبب الأرض السحية الراهلة ولكن يتابعه ألاف في العالم ومن خلال المواقع الاعتماعية أو مواقع التواصل الاتماعي ومن خلال القنوات الفضائية إذن نقدم الكلمة إلى الشيخ محمد البدوي ليلقي الكلمة الافتتاحية لا أعرف إيش كلي بيونه هذا وتعتبر الخدمة محور الملتقى أداة الأساسية لشياء أحمد بنبة في دعوته الإصلاحية المباركة حيث وظف كل طاقته المادية والمعنوية لهذه الخدمة التي هي تقديم الخير للغير ابتقاء لمرضات الله تعالى كما حث الجميع على الاتصاف بها قائلا واخدمهم طرا لوجه الله فقط بلا من ولا تباه كما قال رضي الله عنه وهو يدعو ربه وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة والخدمة في تعالم العبد الخديم أداة أساسية لإنقاذ الناس من آثار الأزمات وللتخفيف وطأة ويلات النكبات عنهم لما تشتمل عليه من مجالات تستوفي جوانب الحياة المختلفة فهي بهذا الاعتبار وسيلة ناجعة لمواجهة ما قد يتسبب من هذا الفيروس الخطير الذي أقل ما يمكن أن يوصف به أنه قدر محكم وقضاء محتوم تجلد منه مجددا الحقيقة التي يجهلها أو يتجاهلها الكثير من الناس وهي قضوة هذا الكون ومحتوياته لمالكه القادر المريد الفعال لما يريد الذي ينبخي على الجميع أن يعبدوه مخلصين له الدين على مقام المشاهدة أو المراقبة الذي هو الإحسان أن تعبد الله كأنك طراه فإن لم تكن طراه فإنه يراك لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا لفضيلة الشيخ أحمد البدوي على هذه الكلمة الطيبة المفعمة بالمعاني والقيم والآن نقدم الكلمة إلى الشيخ عبدالأحات مباكي الذي سيقوم بتقديم الملتقى نحن الآن هل سنعطنا الآن ترجمة نانسي قنقر كما نفعله كل سنة في المنزل لنفتح على المشاركات التي تشعرنا العالم على المشاركات التي تشعرنا لقدينتظر وقفتي وقفتيات من أجل الإسلام ويساعدني السلم لقدون سواء من عدة عامات المؤسسون بمؤسسون من مؤسسون الكلمات الرئيسية تقومون في التجربات نطبع ذلك على شخص مول عمين بارا شخص سيد المرطار و اليوم ، شرمان الملتحة يحدثون في المصارف الوقت وضعات التغييرات التغييرية وضعات المتحدة، الفلوم وضعات التجاريس مع المدارة الرائعين والمشارج والمشارج الفيديو وعلى أكثر من أعطاق للمساعدة تشغيل كل الإنسان في السنغال لا نحن نتعرف المالي مرحبا ويهدف الانتعرف وليس لن تشغيل لأنها لا تشغيل لن تشغيل نتعرف على نتعرف هي تتبعي أيضا على الوصول الاجتماعي هي تتبعي أيضا على نظر مدرسة ونظرح إمطارنا ونظرحين ونظر إلى أن نظر نظر على نقاط في السنغال ونظر على أيضا أن المسجد من المعافل تقلل من الكثير من المعافل شكرا للمشاهدة و من حلالة المعارضة المعارضة من المعارضة لتحصيل المعارضة من المعارضة هذا المصدر يمكنه أن يكون مادراتي بمعارضة على تفتحات التفاديات التي تساعدت منها على المدرسة المتحدة على المدرسة المتحدة على المدرسة المتحدة والمتحدة الأولى ورقب الوصولة الناس ترجمة نانسي قنقر 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 التي يتولاها شيخنا وأستاذنا الشيخ عافية أحمد نين الذي سيمهد لجميع المحضرات التالية لأنه سيعرف المشاركين بشكل وجيز الشيخ أحمد البنب رضي العنو والطريقة المريدية وما يتعلق بمدينة التوبى وهذا الحدث العزيم الذي نهنه بسدد إحيائه يوم الثامن عشر من شهر السفر لأن على المشاركين أن يقفوا على حقيقة هذه الشخصية وعلى أسس ومبادئ الطريقة المريدية ولو بشكل موجز قبل أن ندخل في محاول هذا الملتقى إذن نقدم الكلمة إلى الأستاذ الشيخ عافية أحمد نين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بأستاذ إلى يوم الدين وبعد فضيلة الشيخ أحمد البدوي مكة المناسق العام لدائرة ترود الرياحين أصحاب الفضيلة الزعماء البارزين أيها الحضور الكريم أيها الإخوة الأعزاء المشاركون في هذه الدورة الرابعة للملتقى الصوفي الدولي حيث كنتم أحييكم من أعماق قلبي من مدينة بنتوبة المحروسة بمناسبة اليوم الثامن عشر من صفر الذكرى الذي تحيى فيه الذكرى الغيبة البحرية المباركة للشيخ الخديم رضي الله عنه وأهنئكم بالمناسبة وأقدم لكم المحاضرة الافتلاحية حول المريدية ومؤسسها ومكانة الخدمة والعمل الخيري في المريدية وحول الاحتفال السنوية العظيم المعروف بالمجل وكيفيته من هو مؤسس طريقة المريدين هو الشيخ أحمد ابن محمد ابن حبيب الله المعروف بالشيخ أحمد بن 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 باكة ولد في بلدة مكة بول بإقليب جربل بسنغال في عام 1270 ميلادية هجرية الموافق 1852 ميلادية من أبوين شريفين ينتميان إلى أسرة عريقة في خدمة العلم والدين ونشأ وترعرع في حجر جده المفسر باك النومة الذي تعلم القرآن الكريم على يديه وأتقنه حفظا وكتابة وتجويدا وكتب بيده الشريفة عدة مصاحف عن ظهر قلب وسلمها إلى والده ثم أقبل على طلب العلم بهمة عالية ودرس العلوم الشرعية والعربية وبرع فيها وتبحر ثم أخذ يساعد والده في التدريس ويؤلف بعض المؤلفات في بعض فنون العلم ليساعد الطلبة والتلاميذ على الحفظ والفهم وكان قد حبب إليه التصوف وأهله وكتبه فدرسه وتعمق في دراسته وحبب إليه الميل إلى الخلوة للذكر والفكر والعبادة وكان قلبه مجبولا بحب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب كتاب الله العزيز والرأفة بالأمة المحمدية وكان قد شغل باله تدهر الأوضاع الدينية والاتماعية والاقتصادية والسياسية في بلاده وفي كثير من بلاد الأمة أعلى من الإسلام وبعد أن توفي والده الكريم محمد بن حبيب الله في محرم عام 1299 هجرية الموافق ديسمبر 1880 قام بجولة حبر البلاد وحب عبر مورتاني من العلماء والأولياء وجمع كثير من كتب التراث الإسلامي وبخاصة كتب التصوف الإسلامي وكان قد أخذ الوردة القادرية من والده فجدده على الشيخ سيديا بابا وأخذ الوردة السازلية والتيجانية خلال هذه الجولة واستجاز الأوراد السلاسة ولما رجع أعلن دعوته المعروفة بالمريدية ولما كثر أطباعه فانتشر ذكره أخذ الحسن والغيرة بعض القلوب فبرأت رشاية بينه وبين سلطات الاحتلال الفرنسي فعتقلوه وحكموا عليه بالتغريب إلى الجابون وبقي هناك ثماني سنوات إلا قليلا عانى خلالها من ألوان الأزى والاتهاد ومحاولات القتل ما لا يمكن وصف ولكن الله تعالى عاصمه من كيد الأعداء وعاد إلى بلاده ظافرا منتصرا ثم غربوه ثانية إلى موريتانيا لمدة أربع سنوات من عام 1301 إلى عام 1305 الموافق 1903-1907 ثم أعادوه إلى بلاده ووضعوه تحت الإقامة الجبرية في تيينجوروف لمدة أربع سنوات من عام 1305 هجرية إلى عام 1330 الموافق 1907-1917 ثم في جربيل لمدة خمسة عشرة سنة من عام 1313 وثلاثين عام 1330 إلى عام 1346 هجرية حيث انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالمآثر والمناقب والبطلات حياة كلها عمل وجد وجهاد رب خلالها جيلا قرآنيا يذكر بالرعين الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين 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 والتابعهم بالأسان وخلف منهجا صنيا يقدم للبشرية الهناء والسعادة والرخاء ويسمو بأرواح إلى حدث القدس وأعطى وأسرى المكتبة الإسلامية بمؤلفات لا يمكن عدها كسرة ولا تقدر قيمتها نوعا وجودة ونفعا هذا باختصار حياة الشيخ أحمد بنبا باكي وأما الاحتفال الأساني العظيم المعروف بمجل توبة فيوم شكر وامتنان أمر الشيخ أحمد أقامه الشيخ أحمد بنبا وأمر أطبعه بإحيائه بأنواع البر والإحسان ونواف الخيرات من إقامة المآدب الخاصة والعامة وإطعام المساكين ومساعدة المحتاجين وذكر الله تعالى بأنواعه والتلاوة القرآن وإنساء القصائد الشعرية الصوفية التي ألفع الشيخ في مناجات ربه ومطح النبي صلى الله عليه والصلاة عليه أمر الشيخ رضي الله بإحيائه هذه ذكرى شكرا لله على ما أفض عليه من النعم الظاهرة والباطنة والمواهب اللدنية والأنواع القدسية والأسرار الإلهية والدرجة العولى في الدنيا والآخرة بسبب غيبته المباركة العظيمة التي أرربه فيها المحتلون الفرنسيون لما كانوا يرون في شخصيته ودعوته من خطر يهج وجودهم في البلاد ويعطر مشروعهم التوسعية فيه فلكن الله تعالى كما قلت عاصمه من كيدهم ونصره عليهم وعاد إلى بياده ونصر الله به الإسلام والمسلمين فجزاه الله خيرا وأما المليدية فاسم يطلق على دعوة الشيخ أحمد بامبا التي أعلنها في باكت جور قرية بقيم لغة في السنغال في عام 1301 فجرية الموافق 1883 الدعوة التي جدد بها الإسلام وجدد بها السنة النبريات الشريفة وجدد بها التسوف الإسلام السن الخالص والمليدية دعوة إسلامية تنية مبنية على اتباع تدعى إلى التمسك بالكتاب والسنة في العقيدة والعمل والأخلاق يقول ساحب الدعوة دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه يجدد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغرى وإني أحمد والمليدية في الوقت نفسه دعوة إسلاحية كانت وما تزال تهدف إلى إسلاح الأوضاع الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت متردية في بلاده وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي دعوة تدعى إلى المعرفة إلى العلم والمعرفة وتدعى إلى النهوض والعمل للتقدم والزهار والتخلص من من التخلف والمليدية حركة تحرير ومقاومة إسلامية سلمية ضد الاستعمار القديم والجديد وضد القهر والزل والاستبداع وهي مشروع مجتمع إسلامي متكامل يتبلور في تصورها للمدينة الفاضية التي بدأ تكسيدها بمدينة الطوبة وهي ما تزال في طول البناء والتعمير والمليدية رؤية حضارية والثقافية إسلامية متميزة وفوق هذا كله فالمليدية الطريقة صوفية إسلامية سنية جامعة تضمن للمريدين السالكين المتشبثين بأثياء القطب المؤسسي الوصول إلى الله تبارك وتعالى والقرب منه ونيل رضانه عز وجل ولها بردها الخاص بكيفياته وشروطه وأعدابه تلقاه القطب المؤسس ليلة الجمعة السابع والعشرين من رمضان عام ألف وثلاثمائة واثنين وعشرين هجرية الموافق السادس من ديسمبر ألف وتسسي واربع بسرشارة مجاهدة والتربية بالإقامة في البيئات الصالحة بالعلم والعمل وأما الخصائص المميزة فنذكر منها الوسطية والشمول ومراعاة الفروق الفردية في التربية والتوجيه والإتهاد في العمل لطلب الحلال والانضباط وملازمة الانضباط والتأدب والأدب والخدمة والعمل الخيري ووحدة الكلمة وتجنب العنف في القول والعمل الكرم والحركة والفعالية والنشاط هذه بعض خصائص التعاليم الشيخ الخديم وأما الخدمة وزيفة المريد الصادق بالعبادة والخدمة ورقب مؤسس المريدية هو خادم الرسول فالقدمة ظاهرة جلية متميسة من قيم المريدية وبها حققت المريدية ما حققت من مشروعات قيمة ومنجزات جسيمة ولهذا يعتبر منظم هذه الدورة الرابعة للملتقى السوفي الدولي الرابعة الخدمة والعمل الخيري آليتان لمواجهة تداعيات الكورونا وفي المداخلات التالية ستتبينون كل ما يتصل بهذا الموضوع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وعلى آله وصحبه وخديمه وموالاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادئة ذي بد أرفع أطيب التحيات إلى صاحب الفديرة الشيخ محمد المنطقة الخليفة العام للمريدين وأسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة الكاملة والعافية الشاملة وأحيي سماحة الشيخ أحمد البدني المنصق العام لهذه الدائرة كما أحيي الشيخ عبدالأحد جين فدمة رئيس اللجنة الثقافية للجنة التنظيمية المكلفة بتنسيق فعالية مغلطوبا أيها الحفل الكريم نحييكم ونشكركم على هذا الحضور المتميز واصمحوا لي أن أرحب باسمكم بأصحاب الفضيلة المشائخ والعلماء الذين يشاركون معنا في هذا الملتقى الصوفي العالمي وهم إن كنا نعتبرهم بعيدين عننا فهم معنا في هذه القاعة بقلوبهم ونحن نستشعر حضورهم ونستحضر شعورهم شعورهم وصوف أحيل الكلمة إلى هؤلاء العلماء الأفاضل وفي مقدمتهم الشيخ الدكتور فائد محمد سعيد مؤسسيس مؤسس وعامي كلية المدينة بلندن في المملكة المتحدة كما أحيل الكلمة إلى سعادة الأستاذ محمد قلينجاي مدير معهة المحرب في بلجيكا وكذلك نحيل الكلمة إلى الدكتور محمد عمر سيد باعلوي عميد برنامج الدراسات العليا في جامعة الأم العالمية بمقدشيو في الصومال و كلنا نعرف بأن العالم بأسره يعاني من هذه الجائحة جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره تجتاح الدول المتقدمة كما تجتاح الدول السائرة في طريق النمو وقد رأى المفكرون والباعثون أنه قد آن الأوان لعقد مثل هذه الجلسات للتفكير في آليات تسمح تسمح للعالم بالخروج من هذه الجائحة التي تنعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في جميع الدول العالمية وقد وقد رأى الإخوة المنظم لهذه جلسة أن تدور المحادثات أن يدور الحديث حول الخدمة والخدمة كلمة تعني فيما تعني إيصال الخير إلى أخيك الإنسان فالمسلم يجب أن يكون نافعا لغيره نافعا لمجتمعه نافعا لبلده نافعا للإنسانية بسفة عام يقول الحق في محكم تنزيله وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ويقول ما تفعل من خير يعلمه الله ويقول ما تفعل من خير فإن الله به عليم إذن إيصال النفل والفائدة والمصلحة إلى أخيك الإنسان هذا هو معنى الخدم سلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هناما هنما الأبس والسفر سلاة